السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي مجددا في قناة أستاذة سوف أريكم اليوم كيفية إعداد جدادات خاصة بمادة الحكاية المستوى الثالث ابتدائي تلبية لطلبات بعض المتابعات والمتابعين المقبلين على مباراة التعليم مع متمنيات لهم بالتوفيق إذن سأخذك نموذج حكاية الصديقات المخلصات وهي حكاية توجد في كتاب المتعلم المفيد في اللغة العربية القسم الثالث ابتدائي من أجل إعداد الجدادة نحتاج إلى كتاب المتعلم حيث توجد به الصور الخاصة بالحكاية لاحظوا معي لدينا أربعة صور هذه الصورة توجد أيضا بالنسبة للأستاذ نجدها بحجم أكبر بحجم كبير حتى يقوم الأستاذ بتعليقها على الصبورة من أجل أن تلفت انتباه المتعلم للحكاية إذن ننتبه قلت نحتاج إلى كتاب المتعلم وكذلك دليل الأستاذ يوجد به الحكاية التي سوف نقوم بروايتها للتلاميذ إذن ملحوظة بسيطة بالنسبة لمادة الحكاية مادة الحكاية تندرج ضمن مكون اسمه الاستماع والتحدث هذا المكون ينقسم إلى قسمين الحكاية الحكاية تقدم فيها الحصة الأولى والتانية 45 دقيقة والحصة الثالثة 30 دقيقة بمعنى بالنسبة للحكاية يتم تقديمها في حكاية واحدة فقط يتم تقديمها في 6 حصص ثلاث حصص بالنسبة لكل أسبوع قلنا الحصة الأولى والتانية 45 دقيقة لكل حصة الحصة الثالثة 30 دقيقة والوضعية التواصلية وهي عبارة عن حوار يتم تقديم الوضعية التواصلية في حصتان كل حصة 30 دقيقة مثلا سوف نأخذ على سبيل المثل يوم الاثنين والثلاثة والأربعة للحكاية ويوم الخميس والجمعة نخصصه للوضعية التواصلية وفي الأسبوع الذي بعده نتمم الحكاية اثنين ثلاثة الأربعة نفس الحكاية والخميس والجمعة وضعية التواصلية مختلفة بمعنى الوضعية التواصلية تقدم خلال أسبوع واحد فقط بينما الحكاية تقدم خلال أسبوعين بمعنى أسبوع الأول ثلاث حصة كل حصة 45 دقيقة الحصة الأولى والثانية الحصة الثالثة 30 دقيقة ثم نتمم باقي الحصة في الأسبوع الذي بعدها الحكاية تقدم في أسبوعين هذا ما سوف نلاحظه من خلال الجدادات تابعوا معي دل نبدأ على بركة الله في البداية نكتب المستوى نحدد المستوى الثالث ابتدائي الوحدة الأولى المجال عالم الأصدقاء بالنسبة لهذه المعلومات نجدها في الفهرس أو في دليل الأساد الأسبوع الثالث لأن هذه الحكاية سوف تقدم خلال الأسبوع الثالث لأن الأسبوع الأول والثاني كان خاص بحكاية الأصدقاء الأوفية إذن المادة الحكاية عنوان الدرس الصديقات المخلصات ثم هنا سوف نكتب رقم الجدادة ثم الحصة الأولى الحصة الأولى خاصة بالتوقع والتسميع ثم بعد ذلك نحدد الأهداف إذن الأهداف المتوخات من هذه الحصة إذن الأهداف يحدد المتعلم التوقعات شفيا انطلاقا من الصور والعنوان العنوان هو الصديقات المخلصات الصور الموجودة في كتاب المتعلم والموجودة بحجم كبير والتي سوف تعلق على الصبورة ثانيا أن يتعرف المتعلم أو المتعلمة مضمون الحكاية شفهيا ثالثا أن يعبر المتعلم عن الفهم الأولي للحكاية إذن هذه هي الأشياء الضرورية في كل جدادة تحديد المستوى الوحدة المجال الأسبوع المادة عنوان الدرس رقم الجدادة والحصة قلنا الحصة الأولى دائما خاصة بالتوقع والتسميع ثم تحديد الأهداف المتوخات من الدرس ونقوم برسم جدوى نقسمه إلى خانتين خانة الأولى تتضمن المراحل والخانة الثانية تدبير الأنشطة التعليمية التعلمية بمعنى يوضح فيها الأستاذ بالتفصيل ما سوف يقوم به في كل مرحلة إذن المرحلة الأولى أهيئ المتعلمات والمتعلمين لموضوع الدرس الجديد وأتعاقد معهم حول الأهداف والصيغ العمل الممكنة أمهد للإستماع إلى الحكاية من خلال تهيئة ظروف الإستماع الجيد وما يتوافق وطبيعة النص الحكاية بمعنى هنا للأستاذ حرية الإختيار في كيفية تقديم الدرس تهيئة التلاميذ إما عن طريق بيت شعري أو حديث أو حكاية ما يراه مناسب ثم المرحلة الثانية وهي الخاصة بالملاحظة والتوقع أوجههم بمعنى أوجه المتعلمين إلى مشاهدة الصور المدرجة في كتاب المتعلم والمتعلمة وقراءة عنوان الحكاية أدعوهم إلى التحدث عن توقعاتهم بناء على خبراتهم وتمثلاتهم وتصوراتهم إذن هنا سوف أدعوهم إلى التحدث عن توقعاتهم انطلاقا من الصور قبل أن أقرأ الحكاية إذن ماذا ترى في الصورة الأولى ثم ماذا ترى في الصورة الثانية والثالثة والرابعة ثم ما عنوان الحكاية هذا العنوان يوحي بأن في الصورة صديقات حددهم بمعنى انطلاقا من الصورة يتضح وجود صديقات سوف يقوم بتحديد المتعلم في الصورة الرابعة تبدو الشمس وهي تخاطب الفراشات ماذا تتوقع أن تقول لهم انطلاقا من الصور والعنوان ما هو توقعك لما قد تتحدث عنه الحكاية بمعنى هنا سوف تكون هناك توقعات أولية للمتعلمين سوف نقوم بتدوينها على الصبورة فيما بعد سوف نقوم بتصحيحها بعد قراءة الحكاية إذن أرسم مخططا شمسيا على الصبورة وأدون توقعاتهم ثم أدعوهم إلى الاستماع إلى الحكاية للتأكد من مدى ملاءمة توقعاتهم لمضمون الحكاية هنا الأستاذ سوف يرسم مخطط يكسب فيه توقعات التلاميذ من خلال ملاحظة الصورة والعنوان ومن بعد قراءة الحكاية سوف يقوم التلاميذ رفقة الأستاذ بتصحيح هذه التوقعات إذن المرحلة الثانية قلنا خاصة بالملاحظة والتوقع لمرنا مر بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة وهي التسميع أسمع الحكاية مستوفيا شروط الأداء السليم بمعنى هنا سوف يقرأ الأستاذ الحكاية مراعيا وضوح نبرات الصوت وحريصا على تعبيرية السل ومتقمصا الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية والإماءات بمعنى هنا الأستاذ سوف يقرأ الحكاية ويحاول أن يغير نبرات صوته مثلا على حسب الجملة والشخص الذي يتحدث ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة فحص التوقعات أطرح أسئلة موجهة عندما يقرأ الأستاذ الحكاية سوف يقوم التنميذ بتصحيح توقعاتهم إذن يطرح الأستاذ أسئلة موجهة مثل موضوع الحكاية عن ماذا تتحدث الحكاية بمعنى سوف يطرح لهم السؤال عن ماذا تتحدث إذن عن الصديقات المخلصات الشخصيات الرئيسية يقومون باستخراج الشخصيات انطلاقا من أسئلة مثلا كم عدد الشخصيات الرئيسية من هنا الصديقات المخلصات وكذلك بطرح أسئلة تتعلق بالزمان والمكان مثلا أين كانت تعيش الفراشات ثلاث متى تبللت الفراشات ثم أفسح بعد ذلك فرصة للتعبير عن مدى ملاءمة توقعاتهم لمضمون الحكاية يقوم الأستاذ بتصحيح توقعات الخاطئة للتلاميذ الموجودة على الصبورة ثم المرحلة الأخيرة الخاصة بالتقويم والدان لتقويم أثر التسميع والفهم الأول للحكاية أطلب منهم التحدد شفهيا وبأسلوبهم الخاص عما فهموه من الحكاية هنا يترك عفوا الأستاذ المجال المفتوح للتلاميذ للتحدث عن مضمون الحكاية إذن هذه هي الجدادة الأولى سوف أضع لكم في نهاية الفيديو صور للجدادات وسوف تجدونها أيضا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به نمر إلى الجدادة لقم إثنان الحصة الثانية من الحكاية نفس الإطار لمستوى الوحدة المجال الأسبوع المادة عنوان الدرس أو الحكاية الحصة الثانية هنا تختلف الحصة الثانية تعرف عناصر الحكاية إذن ثم نكتب الأهداف أن يتعرف المتعلم مضمون الحكاية سماعاً أن يحدد المتعلم عناصر الحكاية المقصد بعناصر الحكاية الشخصيات الزمان المكان الأحداث شفاهياً أن يستثمر المتعلم عناصر الحكاية لإنتاج جمل مفيدة كما سبق نقوم بتستير جدول يتكون من خانتين المراحل وتدبير أنشطة التعليمية التعلمية المرحلة الأولى التهيئة أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى استحضار عنوان الحكاية ما هو عنوان الحكاية؟ نعم أحسنتم الصديقات المخلصات ثم المرحلة الثانية التسميع أسمع الحكاية مستوفياً شروط الأداء السليم مراعياً وضوح نبرات الصوت حريصاً على تعبيرية السر متقمساً الجو العام للحكاية بتوظيف التعبيرات الجسدية والإماءات أختبر الفهم السماعي بطرح أسئلة إذن هنا بعد الانتهاء من تسميع الحكاية أقوم بطرح أسئلة من أجل معرفة مدى فهمهم للحكاية مثلاً كيف كانت تعيش الفراشات الثلاث؟ ما الأزهار التي ذهبت إليها الفراشات الثلاث؟ لماذا ذهبت إليها؟ من التي قدمت المساعدة للفراشات؟ ثم المرحلة الثالثة تحديد عناصر الحكاية؟ أطرح أسئلة محددة بحسب عناصر الحكاية مراعياً في صياغتها مستهم وهم اللغوي إذن لاستخراج عناصر الحكاية أقوم بترح أسئلة لاستخراج عناصر الحكاية قلنا الشخصيات المكان زمان أحداث مثلاً لاستخراج الشخصيات الموجودة الفراشات والأزهار والشمس أطرح أسئلة مثلاً كم عدد الصديقات المخلصات؟ من هن؟ ما ألوانهن؟ ما الزهور الأولى التي ذهبت إليها الفراشات؟ ما الزهور الثانية التي ذهبت إليها الفراشات؟ ما الزهور الأخيرة التي ذهبت إليها الفراشات؟ من التي ساعدت الفراشات ثم أطرح أسئلة من أجل استخراج الزمان متى وقعت أحداث الحكاية المكان أين وقعت أحداث الحكاية الأحداث هي الأحداث التي حصلت في الحكاية أستخرجها عن طريق طرح أسئلة متى ذهبت الفراشات إلى أظهار البنفسج هل لبت الظهور طلبها؟ ماذا طلبت الفراشات من الظهور الحمراء؟ من التي حلت مشكلتهم؟ كيف تم ذلك؟ إذن أستثمروا أجوبتهم من أجل إتمام خطاطة عناصر الحكاية إذن بالنسبة للخطاطة نكتب في الوسط العنوان الصديقات المخلصات ثم نكتب على اليمين الشخصيات الفراشة البنفسجية والحمراء والصفراء وظهور البنفسج والزعفران وشقائق النعمان والشمس ثم نذكر الأمكنة أو مكان على حسب ما موجود في الحكاية إذن لدينا الحديقة والبسان في الجهة المقابلة نحدد الزمن يوم من الأيام في فصل الربيع ثم هنا أكتب الأحداث وهي كثيرة ابتعدت أنطلت تبللت طلبت ساعدت إلى غير ذلك ونقوم بختم الحكاية بالتقويم والدعم وهو ضروري في كل حصة من أجل توضيح وفهمه إذ كان قد تمكن التلاميذ من فهم الدرس كما يجب إذن يعبرون بجمل مفيدة عن بعض أحداث الحكاية في مرحلة الأولى ويعملون على إغناء ما أنكن منها بربط الحدث بزمن ووقوعه أو مكانه أسأل عن عناصر الحكاية بصيغ مغايرة لما سبق مثل من التي كانت تحيا حياة سعيدة أين كانت تحيا الفراشات الثلاث ماذا حدث للفراشات في أحد أيام الرابع إذن الهدف من الحصة الثانية هو التمكن من استخراج أحداث أو عناصر الحكاية وعناصر الحكاية تتلخص في الشخصيات والمكان والزمان والأحداث نمر الآن إلى الحصة الثالثة قلنا دائما نحتفظ بنفس الإطار الجداد كالمعتاد لمستوى الوحدة والمجال يتغيران كما قلنا عفوا الوحدة والمجال يتغيران وكذلك بالنسبة إلى الحصة إذن المستوى الثالث ابتدائي الوحدة الأولى المجال عالم الأصدقاء الأسبوع الثالث المادة الحكاية عنوان الحكاية الصديقات المخلصة رقم الجدادة الحصة الثالثة الهدف منها تعرف البنية السردية للحكاية ثم نذكر الأهداف إذن الأهداف يتعرف المتعلم مضمون الحكاية سماعا يحدد المتعلم بنية الحكاية شفهيا إذن بنية الحكاية هي البداية المشكل المطروح توالي الأحداث الحل النهاية يستثمر المتعلم بنية الحكاية في إنتاج جمل مفيدة شفهيا ثم يقوم الأستاذ برسم جدول يتكون من خالتين المراحل والأنشطة التعليمية التعلمية المرحلة الأولى كالعادة هي التهيئة أحفز المتعلمات والمتعلمين على استحضار عناصر الحكاية كل عناصر الحكاية نقصد بها الشخصيات الزمان المكان الأحداث نحفزهم عن طريق طرح أسئلة ما هي الشخصيات الموجودة لدينا في الحكاية أين وقعت أحداث هذه الحكاية إلى غير ذلك أتعاقد معهم حول أهداف الحصة وصير العمل الممكنة ثم المرحلة الثانية التسميع أسمع الحكاية وفق المواصفات التي سبقت الإشارة إليها في الحصتين الأولى والثانية أي أسمعها بصوت واضح مراعيا التابيرات الجسدية ثم أختبر الفهم السماعي بطرح أسئلة مثل من هن الصديقات المخلصات متى بتعدت الصديقات عن حديقتهن تعرضت الصديقات للخطر من التي أنقذت الصديقات من الخطر ثم نمر إلى مرحلة تحديد بنية الحكاية وهذه الهدف من هذه الحصة هو أن يتمكن المتعلم من تحديد بنية الحكاية إذن نمر إلى بنية الحكاية أساعدهم على استكشاف البنية السردية للحكاية أقرأ مقطع السردي الخاص بالبداية بمعنى هنا سوف نقرأ مقطعا بمقطع إذن أقرأ المقطع السردي للحكاية من الخاص بالبداية فقط من كانت الفراشات إلى الشمس الدافئة ثم أطرح أسئلة ما الجملة التي بدأ بها المقطع ماذا يجمع بين الفراشات هنا من أجل تعرف البداية ثم نمر إلى المقطع الثاني الخاص بالتحول في يوم من الأيام إلى طيور مغردة ثم أسأل لمبتعدت الفراشات عن حديقتها ما آخر جملة انتهى بها المقطع وهذا من أجل التعرف على التحول ثم أقرأ المقطع الخاص بالمشكل المطروح من أجل أن أتعرف على المشكل من فجأة غابة الشمس إلى وسأظل معهما ثم أسأل ما المشكل الذي واجه الفراشات ثلاثة عندما بحثت الفراشات عن حل المشكل ما الجملة التي انتهى بها المقطع ثم نمر إلى المقطع السرد الخاص بحل المشكل من سمعة الشمس إلى ساعة الشدة والضيق ثم أسأل ما الجملة التي بدأ بها المقطع من التي حلت مشكلة الفراشات كيف حلت الشمس المشكل ما الجملة التي انتهى بها المقطع ثم أقرأ المقطع السرد الخاص من نهاية من وبعد أن جفت إلى نهاية الحكاية ثم أسأل ما أول كلمة في هذا المقطع وما آخر كلمة فيها إذن الهدف هنا من هذه الحصة هو التعرف على البنية السردية للحكاية ثم مثل العادة آخر مرحلة وهي التقويم والدعم يعبرون بجمل مفيدة عن مختلف مكونات بنيات الحكاية بشكل مرتب وباستثمار الصور المدرجة في كتاب المتعلم والمتعلمة وأن ينطق بجمل من الحكاية وأطلب منهم تحديد المقطع الذي تنتمي إليه هل البداية أم التحول إلى غير أتمنى أن يكون هذا قد واضح الحصة الأولى تخصص فقط لفهم مضموني الحكاية الحصة الثانية لاستخراج عناصرها المتمثلة في الشخصيات والأحداث والزمان والمكان الحصة الثالثة في تحديد بنية الحكاية البداية المشكلة المطروح توالي الأحداث الحل والنهاية هذا فيما يخص حصة الأولى الثلاث الخاصة بمادة الحكاية أي الحصة الأولى والثانية والثالثة هذه جدادات نمطية وفيما يخص الحصة الرابعة والخامسة والسادسة يتم تقديمها في الحصة C في الأسبوع الموالي ولا نكتب فيها حصة الرابعة والخامسة والسادسة بل نكتب الحصة الأولى من الأسبوع الرابع أو غير ذلك مثلما هو مكتب هنا الحصة الثالثة من الأسبوع الثالث سوف نكتب الحصة الأولى من الأسبوع الرابع إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد وترك تعليقكم إن أردتم جدادات نمطية لمواد أخرى وسوف في الفيديو الآخر إن شاء الله سوف أضع جدادات نمطية لبقية الحكاية إن شاء الله وشكرا لكم اشتركوا في القناة